يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في زهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية الزمالك ودريمز الغاني على استاد القاهرة الدولي الزمالك يخرج بتعادل سلبي من المباراة تعادل مفاجئ جداً أمام فريق ظهر بشكل ضعيف وبشكل ضعيف دي مش معناها عشان عايفة أنا أقول الفريق ضعيف يقولك أصله أنت بتقول إن الكونفيدرالية ضعيفة أصله الفرق اللي بيعيبها الزمالك فرق ضعيفة أصله الزمالك وصل كده عشان الفرق ضعيفة مفيش الكلام ده فريق دريمز الغاني فريق ضعيف سيء من آخر يعني بقى الفرق فيه فرق قوي الطرف التاني من نصف النهائي نهضة بركان أو اتحاد العاصمة الجزائري دول فرق كبيرة وقوي لو واجه فيهم الزمالك حد في نصف النهائي ساعتها كانت الأمور ممكن تبقى أصعب نهاردة الفريق لا ضعيف هزيل يعني سيء يعني الزمالك المفهود يكسب النهاردة 4-5 وبصراحة شديدة يعني اشتركوا في القناة